مرحبا بيكم اليوم ان شاء الله هنعمل السنبوسة بدون اي نوع دقيق خالة من اللوغلوتين هي مناسبة للكيتو سهلة وسريعة جدا يمكن استخدام اللوز او الفول السوداني او بزور دوار الشمس احنا محتاجين 100 جرام ممكن ناخد 50 جرام من الفول السوداني و50 جرام من اللوز المهم يكون 100 جرام مع بعض نستخدم نصف معلقة صغيرة بصل بودرة ونصف معلقة صغيرة ملاح ونصف معلقة صغيرة سوم بودرة ومعلقة صغيرة بكربونات السودا او بكم بودر ومعلقة كبيرة من الخل ومعلقتين كبار من الماء ماء من الصنبور انا نسيت اوضاع البيضة ساوضع جميع المكونات على الشاشة اذا كنتوا بحاجة الى التقاط صورة للمكونات هيك نطحنهم مع بعض هيك اصبحوا جاهزين نعمين متل هيك لازم يكون نعمين شايفين كيف متل هيك لازم يكون نوضع جبنة للبيتزة جبنة البيتزة مازرولة او اي نوع متاح المهم تكون جبنة ممتازة ندوبها على المكرويف لمدة دقيقة او على المقود اذا غير متوفر المكرويف على المقود ممكن الحشوة هي اختيارة انا هستخدم الماشروم بخسله جيد وبتخلص من السوائل اللي فيه بوضع الجبن بوضع قليل من الملاح وقليل من فلفل اصمر الحشوة متل ما حكينا هي اختيار الحشوة ممكن نوضع الخضار او اللحم شو ما بدكم هيك بعد دقيقة في المكرويف متل ما حكينا ممكن نستخدم المقود نوضع المزيج مع الجبن وبنخلطه مع بعض وبنعجن جيد حتى ينسجم مع بعض متل هيك بنعجن حتى تنسجم العجنة كلها متل هيك تكون تقريبا نخطط خمس دقائق عجن معي وبنوضع على ورق الزبدة وبنبدها الموضوع كتير بسيط وكتير سهل نستخدم اي كوب او اي صحي من توفر عنا او اي قالب من توفر عنا منستخدم يعني ممكن نعملها بشكل مربعات يعني العجنة يعني كتير سهلة وكتير بسيطة وبتمشي معنا شو ما بدنا بنعمل فيها العجنة نوضع الحشوة وبنسكرها يعني العجنة فيها ليونة كتير معنا وسهلة كتير العجنة وبسيطة يعني سهل التعامل معها وبنسكرها يعني مشكل العجنة متل ما بدنا واللي زيادة بنرجع نفردها تاني نفس الشي يعني نفردها تاني ممكن احنا نعملها بشكل من البداية نعملها بشكل كور مثل خبز ونفرد كل واحدة بوحدتها مثل هيك نعملها نعملها بشكل طباب او كور ونفردها كل واحدة بوحدة اذا انتم عاوزين يعني الموضوع سهل عجنة بتمشي معنا متل ما بدنا نشغل فرن مسبقا من الاعلى والاسفل 180 درجة مئوية نوضع السنبوسة بالرفة الاوسط يجب مرقبتها حسب نوع الفرن هذه هي المكونات هيك اصبحت جاهزة ممكن نتركها تبرد لكن انا حبرشيكم كيف شكلها كتير هي روعة واحنا ممكن نحمرها اكتر نقليم حمر اكتر من الاعلى حسب زوجكم هذا انتم تحكموا فيه يعني استخدموها متل العجين العادي تعملوا معها هذه هي من الداخل وانتم اوضعوا الحشوة المناسبة للكم شايفين كيف شكلها كتير حلو لا بدون زيود بدون قلي وكتير هي الصحية شايفين كيف من الداخل كتير هي روعة لازم نتزوقها طبعا بصراحة كتير هي روعة الحشوة هي اختيارة اوضعوا الحشوة المناسبة للكم في امان الله